ايه هاليام مشات الرحا ومشا معها الخير ومشا معها التسير شحال معصيدة شحال من شيشة شحال مبوفية كلينة منها الرحا بها كبرو كتفنا وربونا ببوتنا واليوم بغيت نقفو عندها ونشوفو هاد الحجرة اللي كانت عمارة الضار ايه هاد الحجرة اللي تحن وتقرشين لحبوب وتحن الزنين في سوس كانت تكون من الأجزاء اللي هي جوج فرداد اولا الحجرة الفوقانية والحجرة التحتانية القلب اللي كانقولولي احنا الهواريين القلب هو الاكس اللي داخل في وسط الحجرة التحتانية وقد دور عليه الفوقانية اما بخصوص المقبض اللي كان شدوها من نوع فكنسموه احنا الهواريين شداد من فعل شد يشد شداد فالراحة كانت حنوه بها الدقيق وكانقولوا هنا الهواريين كان لكو بها من لك يلك لكا بمعنى مضاغا وكانقولوا ويل لملاكته الالسون باللغة العربية كانقولوا كذلك كان قرشنوا بها من العمليات اللي كان ديروه انه كان قرشنوا بها والتقرشن هو تقسيم الحبة الى اجزاء الحبة ديال البشنا ولا ديال الزراع ولا اي حاجة الى اجزاء وليس ضحنها الى ان تصبح دقيقا هو باللغة الفرنسية كونكاسي كونكاسي وباللغة العربية الفصحى جاراشا جاراشا من هنا جاء هاتقرشن لانه نحن الهواريين معروف اصلنا صحراوي نحول الجيمة الى قا فجاء هاد الفعل ديال قاراشا اللي احنا استعملناه وقلنا اتقرشن ومن هنا جاء اتقرشن وربطناه باصله اللغوي العربي المحد وكذلك كنقوله في الكلام الهواري ديالنا والله لا غير قات قرشن يعني انك كتكذب علينا فبارك علينا مهد تقرشن كنت من نام الله تعالى ما تقولوا هاليا نرى ما كنقرشن انا كنحاول نقول شي هاجة موفيدة علاش تقرشين رسقوا به الكذوب لانه هو اسهل عملية يمكنه ان نقوم بها بالرحة اسهل حاجة نقرشنه مثلا اللي بشتهية سهلة كان مقاعد لوحو وكتدور المرأة وكتخرج ضغياء فالعملية ديال تقرشن راكتدير هالمرأة قريبا في ايام زمان يوميا وحيد كتتوجد بها الحسوة ديال الصباح كتقرش اللي بشنا باش تدير بها الحسوة التقرشن كذلك نخوح الكمية كبيرة ديال اللي بشنا وكندورها بسرعة باش يلا عاد تهرس على واحد العدد ديال الاجزاء وطيح برا ديال الرحة فالبشنا اللي بجرسنا هي اول عمل كانت تقوم بها المرأة قبل الفجر باش توجد الحسوة لوليداتها بالقرشان الرحة يمكن تكون متباتة في شي بلاسا ما كنحركوها منها هاديك ساعة كنديرو بحال واحد ابودي كندوروه ابودي يعني كنديرو واحد البناء كندوروه بالرحة كامل باش هو اللي يشد لينا الضحين اللي كي يخرج وكي يطيح في ديك الساقية كي يطيح في ديك الساقية وكي يجمع وكتجمعو المرأة طبعا قدر تفرش لي شي حاجة باش ما يتوسخش بالطراب ولا بشي حاجة وإلا كنت الرحة متنقلة كنفرشو لها أي حاجة شي توب ولو أي حاجة كنفرشوها لها وكندحنو عليها ولمرأة كتجمع هذا الشي فالرحة الرحة كندشو بها كندشو بها أي نديرو بها الشيشة وكل هاد العمليات على الحداقة ديال ملاط الدار وكل شي هي اللي عندها في الهيد الميزان يعني عينيها ويديها كذلك ميزان فهي اللي كتعروش حقصة دوار وهي اللي كتعروش حقصة ديال الكمية كتلوح في الرحة فالحادقة كتقرشن وكتدشش وكتضحن وحتى من العدس كتدوزوه ثم باش تحيدليش جلفات ديالو باش يكون ساهل في الطياب ديالو كاينين بعض العائلات اللي كيديرو الرحة خاصة بكل حاجة يك علاش لأنهم ما كيعرفوش مثلا طريقة باش يخدمو بيها وكاينين لنرحي اللي ما يمكنش يدورهم إلا جوج العيالات يعني بالنسبة للعائلات الكبيرة واللي كاين عندهم بزاف ديال النسوة واللي يمكن يخدموه كاينين لرحة كبيرة باش يكون ساهل عليهم الطحين وهذا الشيء طبعا رحة ما يبقى بصفة عامة ما ننسوش بأن الرحة ما زالت خدامة عندنا فتحين الزنين وآملوه لكن للأسف حتى هي غادي تقديع لها الماكينة ديال الضوب وراخدات واحد المشوار كبير وانتمنى من الله تعالى على الأقل نقاول ناكلوه شوية على الزويتة ديال الأرجان اللي مضحونا بحال بحال هذا الرحة اللي قد حان هنا يا أملو ويا سلام على أملو الرحات حان هزمان يا أية هررحة القوية يا روح كل مسكنين أية هررحة نبسمل قبل وضع اليد عليك قبل بداية عملك السحري حجرتان نشيطتان مطليتان بالدقيق المقدس حجرة مسطحة منقوشة قوام المسكن حجرة حامية ومؤونة العشيرة غناؤك مسموع في هزيع الليل أنت موقدة الرجال لصلاة الفجر لففت لآلاف اللفات مجرورة بالأياد الناعم والخشنة جنباتك تضمن الأمن والغداء حياتك من حياة البشر حجرة مباركة الملمس والغطاء ندعو لك بالرحمة والخلود فارقتنا في زحمة الأيام يوم أصبح الدقيق جاهزا في الحانوت تلاه الخبز والدشيش والسميد رموك في متاحف النسيان وبحث عنك البعض ككنز تمين سحقا لكم جميعا كانت لكم أكبر دخيرة دهبت ودهبت البركة سافرت وغار ماءكم رحماك يا رحايا وراحت أيامكم الخوالي معكم الرويب عبد الواحد ومئنسته اليوم الرحا بكل تلاوينها شكرا لكم على وصولي إلى هنا إن وصلتم وجازكم الله عني كل خير أيها المتابعون الكرام أيها الأحباء الأعزاء